كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق يسخن المشهد السياسي وتدخل التيارات والأحزاب في دوامة من اللقاءات والمباحثات السرية والاستقطابات لمحاصصة المناصب وعلى رأسها منصب رئيس الحكومة فيما تبقى القضايا المتعلقة بأمور الدولة والمواطن على كافة صعودها مؤجلة حتى إشعار آخر ووسط هذه الدوامة لا تغيب الأذرع الإيرانية التي اعتادت على إلقاء سنارتها لتصطدم يؤمن ويمكن نفوذها وسط هذه البركة السياسية المتعكرة صحيفة العربي تكشف عن حراك سياسي ملتهب يعم قوى التحالف في بغداد من أجل اختيار منصب رئيس الوزراء المقبل حراك تجلى على شكل مناوشات بين حزب الدعوة الذي يحتكر المنصب منذ 12 عاما وباقي أحزاب التحالف الحاكم بالعراق وبدأت تتسرب على سطح أسماء مرشحة لمنصب رئاسة الحكومة على رأسها رئيس الوزراء الحالي حيدر رعبادي وزعيم ميليشيا بدرهادي العامري ورئيس الوزراء السابق نور المالك ووزير العمل الحالي محمد شيع السوداني ووزير الداخلية قاسم الأعرج وجعفر صدر المقيم منذ سنوات طويلة في بيروت الصراع على منصب رئاسة الحكومة بين قوى التحالف التي دخلت الانتخابات بخمسة تحالفات دخول ميليشيا الحشد على خط الانتخابات بتحالف سمته الفتح دفع أحزابا وطيارات إلى الإيرانيين لحسم المسألة السفير الأمريكي الأسبق في العرغز المايد خليل زادة أشار إلى أن إيران ستتدخل في الانتخابات البرلمانية وتجريها لصالح ميليشيا الحشد التابعة لها إشارة خليل زادة أكدتها مطالبات زعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي أنصاره بضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإبعاد من وصفهم بحلفاء أمريكا عن سدة الحكم العين الإيرانية ربما تبدو أكثر متابعة للانتخابات البرلمانية في العراق من الانتخابات الإيرانية نفسها ورغم تغلغلها في مفاصل السياسة في العراق إلا أنها تتحسب بشكل جيد لحدوث أي طارئ سياسي قد يكون محسوبا على الجانب الأمريكي بغية تقييده وإرجاعه إلى بيت الطاعة ومهما يكون من مفاجآت قد تسفر عنها الانتخابات المقبلة إلا أن الحقيقة الثابتة التي لا تتغير تؤكد أن صناعة القرار العراقي ليست في العراق ولا في صناديق اقتراعه